ثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طالب وزير الخارجية سامح شكر نظيريه الإيراني والإسرائيلي خلال اتصالين هاتفين منفصلين بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن سياسات حفة الهوية والاستفزازات المتبادلة التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ونقل وزير الخارجية إلى نظيريه الإيراني والإسرائيلي استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة كما أجرى سامح شكر وزير الخارجية اتصال هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين حول تطورات الأوضاع في المنطقة وذلك عقب الهجوم العسكري الإيراني ضد أهداف إسرائيلية أما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد على خلفية أزمة قطاع غزة وتدعياتها الإقليمية بشكل بات يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة وتبادل شكر وبلينكين الرؤى والتقييمات حول مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع حيث أحاط الوزير شكر نظيره الأمريكي بنتائج الاتصالات المكثفة التي تطلع بها مصر مع الجانبين الإيراني والإسرائيلي لمواجهة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن السيطرة عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل وخلال الجلسة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أنه لا قدرة لمنطقة الشرق الأوسط ولا للعالم على تحمل مزيد من الحروب وقال جوتيريش أن الشرق الأوسط على حفة الهوية وأن شعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع نطاق كما قال ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إن إسرائيل انتهكت تمثاق الأمم المتحدة بالاعتداء على قنصلية بلاده بدمشق وفي كلمته أمام مجلس الأمن أكد ممثل إيران في الأمم المتحدة أن القوات الإيرانية شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار حق الرد مشيلا إلى أن رد طهران كان ضروريا وضقيقا وتم تنفيذه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين أكد نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن أن واشنطن ستتخذ التدابير إضافية لمحاسبة إيران مشددا على ضرورة إدانة مجلس الأمن سلوك إيران وقال نائب المندوبة الأمريكية أن تصرفات إيران تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها ومن جانبها دعت مندوبة فرنسا بمجلس الأمن إلى خفض التصعيد وضمان أمن إسرائيل وشركائها في المنطقة كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن أن موسك حضرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا من عدم إدانة الدول الأعضاء للهجوم الإسرائيلية قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الهجمات ضد إسرائيل نفذت بدقة عالية وأكد رئيسي أنه تم خلال العملية عرض قوة الصواريخ الإيرانية والمصيرات بشكل جيد مشيرا إلى أن العملية استهدفت مراكز عسكرية وتمت بتنصيق كامل بين الميدان والدبلوماسية أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل والأفراد الأمريكيين وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي آف جالنت شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أويستن على أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد وأكدا عزم بلاده على مواجهة إيران والدفاع عن إسرائيل بمشاركة الحلفاء وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا شمال غرب مخيمة نصيرات ما أصفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برفح وخان يونس ما أصفر عن شهداء ومصابين من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصطت بقضائف الهون مركزا للتحكم والسيطرة تابعا لجيش الاحتلال بمحيط جامعة فلسطين شمال المصيرات